رجعنا من جديد في سبريميكس في الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم نحكي وعادة رجل ياري تونس البيض احتمل اعلان بصفة رسمية على ايقالة كاردوز ومن مهامه في الفريق كما كنا حكينا تقريبا يوم امس تأكد اخبار الايقالة والسكندر القاصري بش يقول التدريبات مع شامس الدين الذوادي في انتظار تعيين مدرب جديد في الفترة القادمة بعد شوية سأعطيكم مكثر معطيات لكن قبل هل جاء في وقت ومترجي هل كي ناجم يصبر اكثر على كاردوزو كما يقول وقف الزنقال هنا كاردوزو بصراحة معنا تخذاء وقت واخذاء اكثر من فرصة لكن ما تصلحتش الامور خاصة في السيزون هذه وافض القرار احنا ديجا قلنا في اللي ميسيون هنا اذا كان الاسبيرانس تخمم مش تنحي لونترنور هذا هو الوقت المناسب انتي ما زال لك فترة قصيرة على تشامبيونز ليك والاختيار انتع القاصري اختيار صائب لانه ولد ولد الاسبيرانس وحتى المحطات التدريبية اللي مر بها معنا تأثبت كافاته هو بشيكون موديفن معنا حتى بتعكورة جميل اي لا حتى نحكي لك على على الفترة هذي الفترة الانتقالية اه الشواء معنا تشواء باي اسكندر القصري معناتها عندوك هالا ديان تجربته السابقة كمدرب اول معتراجي مكاينش ناجح ايه وقت حكمنا عليه على شو جمعه وقت اخسره في الدربية ما هو وقت اخسره في الدربية ولا ايه على شو جمعه معناتها مسيرته كم نحط يمنا هالو معز عبود وقت الخطأ كيري في عامل وقت احنا على شو جمعه ايه ذكراه اسكندر القصري سبعة والثمانية ولا تسعة سنين التاني ما هو اسكندر القصري تواه راكم من التجار بشيء كثير ونجحات محطات التدريبية اللي الفرق اللي يدربها اسكندر القصري سواء في تونس ولا ليبيا ولا في سعودية سعودين جاء كانت تجارة مميزة وحتى الكورة الكورة اللي يلعبها اسكندر القصري ولا ديبتم تاعها هذي هي معنات الكورة اللي تتخلش مع التراجل الالتونسي كورة جميلة كورة حزتي ترويات ليه مش حكيه تروي عمرك ما تقيص للمدرب بالتيرويت را وقت تشد جمعه تحسها الجمعه تغيرت تحسها جمعه تلعب كورة تحسها جمعه مدرب يغير لك أنا نعرف مدربين دي تكنيسيان عندهم فهم خاخم وعندهم أفكار يغير لك اشكي وتجربة أقبل. يا رحم والدي. معدوش تجربة. معين وقت اللي يشد. معين وقت اللي يشد. أول حاجة كان معه خالد بن يحيا اللي عمل لي كيب واللي عمل استاتيوه متاع لي كيب. وخالد بن يحيا بان ما لدفواء يخرج في أوقات خيب. وصارت له حتى معانا احنا قبل وتحرم من تيتر. دونك مش أول مرة خالد بن يحيا خطر يمشي عنده قناعات يمشي بها. نحكي لك. ومبعد جاء معين في فترة واجيزة. أعطاوها الشانس باش خطر الفترة اللي جاء فاها معين ما مهيش كيف كيف ره. جاء في فترة واجيزة انه في الدمي فينال وفنال. معاش ينجم لا ينحي لحد شي. معاش ينجم يبدل. مش معين وهز الفينال بتبعهم بعد اخذاء الوقت. وشوف. شابي عالوزو في لي بركوز. جاء بعد ستة شهور. دونك في ستة في نور مارك. شابي عالوزو في لي بركوز. عادو في كيل وعندو في شوف. انا انا حسب ريانا اللي يمشي إيريني الترجلية التونسي لازم يكون عندو ألقاب. وإلا انجيب مدر. على فترة هذه. حالة بروجي. حاجة أخرى. بالله سمحني. معانتها كيفش إيريني ألقابه ولا نجزة معيات كبيرة معاناك. فش يكون عندو ألقاب معاناك. لحظ عندك حاجتين. يا إما تجيب مدرب. مستنس بالتتويجات سواء كان الافريقي خاصة الافريقية. معاناش نحكو عالبوتولات. خاصة في الشامبيونز ليك وفي معانتها الكأس الكاف. هذو ما الاثنين يكون هاز دي تيتر. وإلا أنا جايب بروجي نمن مثلا بحمد الصالحي عندو فكر عندو كذا نشوف فيه كفاءة انو باش نعطيه الفرصة. مدرب مؤقت له معانا فماش عليه معانا بش يكون. مؤقت حاجة أخر ديك. مؤقت اوكي نمشي معك. في انتظار مؤقت اوكي. هما يحكي سيد أحمد على أساس انو معانتها باش نعطيه هالفرصة. لا لا تارق نحكي عالبريودة دي. ما عادي. شو بيه اسكاند القصري مريتو والدسبيل. أحمد. بالله مؤقت وبروجي سبورتيف والله في تونس ما عاش نحكيوه ما ذو. يجيبوا مدرب بروجي سبورتيف بزوز خصائر يتردو. والمؤقت كان اسكاند القصري يلعب كورة بمليح. ويربح طيوان يحب يخليه. وليه ومنحق بيه معانا طبعا. اما طارق شوف. النظرية بتاعك هي راية غالطة. او بش يقولك عليها انت مدرب ولا. طوى طوى يجيك تليفون بش درب تراجي. ملحقك عندك شيء. نجي انا اقولي هذا ش عنده تترويت وتتراجي عليه انتي. لا اكيد. هذه واحدة. لا انا ما نستحقش. في حاس بفكر هو اقولك ما نستحقش لاندرب جماعية كبيرة. صاح. ما فاما شوف حاجة اخرى احنا. انا رجعلك لحظة شوي برد. لا ما لاحظيش. خان كاملان ايه. خان كاملان ايه. بش تهرب بيه موضوع اخر حاج بيكنتي يا نتف. بيه. بيه. اولي بيش يجيبوه عنده اه. اه. تولد القرى للقار في الكنسترو. لا. اذاك عامل فرصة انا مزلت في بداية المشوار بتاع. خان ما فرق. ما بين واحد في بداية المشوار. خليني كامل وجوان. خليني كامل وجوان. ما مش كيف كيف. خليني كامل وجوان. نا. في البداية بتاعه. نا. بتاع رسونال. اه. انا يعجبني المسعول اللي عنده كاريزما. ولي عنده رؤية. تقيق عال. ولي اخو احمد اعطا مفيل بيه. نا. صحي. ولي ياخو ريسك. ويجي يعطي فرصة كيما. سي حمد المدب. كون معين شعبين جيبوا في السطاف. وعطاه المفاتح قالوا تفضل كان في المستوى. كيما طوى قاعد يحظر. في اه. شمس الدين ذواج. وهذه هي الخدمة الصحيحة يجيب واحد يتعلم. ويعطي الفرصة. انت المسؤول اللي انا طوى. انا نمن بطارق الزيد. كيما كنت خلاه في التراق. لازم نعطيه الفرصة. صحي. لسانا كيما كنت تبدأ تريب الطائح الكل. دقيق. تفرشت فيك انا مسؤول. مقتنع بالتمرين بتاعك. ونعطي مثالا عمناو في مجرين انا. فما مدرب قلو اللي عليه لا يريني في الليجون. تفرج فيه في مرسا. جبته صلح يكيب كامل. تونس كامل جيت ضد. اه. الحي. معاك معاك انا فهم. نجي انا مقتنع بطريقة متاعك بتاخد. يجي الناس الكل ضدي. بتطلع انتي في المستوى. هدوة تقول احنا الكلنا. انا تو عندي عارف الخدمة. علمني الخدمة. ماري ما حاليتش عناية يا را عندي الكسبيرانس اذي. وكل ما يجي قدامي نهبت عناية. نتصنطو. معا نتكفل لك فرص. فرص. انا معاك. لكن فما التدرج. انا معا التراجي. انا معا التراجي. انا معا التراجي. انا معا التراجي. ومعا الفريقي. يجيبوا مدربين اللي انتي قلت. هذي القاب من هنا. اه. وبعد يقولوا اللي بش يجيه ما عندوش القاب لازم نمي بالافكار بتاعه. اكي. انتي نمي حتى بتاع القاب تنمي بالافكار بتاعها. احاة جخرة. الكلم الي قلته كي قلته عال منتخب نمشي معاك لازم مدرب هاذا القاب. اما جمعية كبيرة ما اوش كيف كيف معا. يا اخو ويفوشتوا. ويفوشتوا يزدوا بالقاب. لا عاد لا موجودين. اه موجودين اه اه موجودين اه موجودين ديزنترونور ولاعبين فناليت ولاعبين وهزين دي تيتر. وعندهم كاريه مراهبة فرصت تعتاها الفرصت تعتاها من أول الموسم ونبدأ نعرف وفما مدربين عندهم ملقاب وفما مدربين عندهم ملقاب جوا النوادي وعملوا صفر انتسار فما موجود نسبة النجاح نسبة النجاح تقديرية ماهيش اكزاكت الكورة الكورة البلو ما عنديش وجه هنا تقول حط الكورة خدامك بتعرشان هي وجه الكورة غدارة ينعرف ديب واحد باسم وينجم ينجح كما ديب واحد ماوش معروف وينجم ينجح بش نكون معك واضح راي الكورة والزهر 5050 كورة البارد تقلب الكريير كيف واضح نعطيه شوية معلومات قلت قلنا اسكندر القاصري مدرب مؤقت عطيه شوية معلومات على المدرب الجديد كنا اخذيناها من بعض المصادر في ترجل رياضي تونس المدرب الأقرب إلى حد الآن في المفاوضات فم مجموعة من الأسماء على طويلة رئيس النادي حمد المدرب الأقرب فيها هو أمير عبدو مدرب المنتخب الموريتاني نجم يكون اسم الأقرب للبروجيه بتاع ترجل رياضي تونسي فم أسماء الداول هالجمهور كما كارتو رون فم مش حتى إمكانية الوجوده جمال بالماري قلنا البارح كيف كيف له فم وكيل أعمال اقترح اسم زفين فاندربروك البلجيكي علىها رئيس النادي حمد المدرب لكن كيف كيف إدارة النادي تتوجه متاحها صعيب لسامي اللي تم تدولها في فترة سابقة صعيب أنها تكون موجودة في الفريق في الليامات القادمة خاصة زفين فاندربروك بعثوه لقبل حتى العقد متاعه لترجل رياضي تونسي وكامش يجي لترجل لكنه ما أمراش العقد وقته خلى حتى شوية حساسيات بينه وبين إدارة النادي خلاص لك أنت يا بيليل فورايد عبدك العصفورة في النوادي أمير عبدو بيليل عمل ناجحات كبيرة مع جنزور القامرة كيف كيف مع متخاب موريتانيا هل هو البروفيل الأنثب تشوف الفريق بحجم الترجل معتها هل هو الوقت لما يجب يكون هو بروفيل باهي للنوادي أنا راني من من وأنه لسيلكسونير موشون ترونير أنا عندي القناعة هذه لأنه لسيلكسونير كم أنت كنت قبيلة تاتي كنت قبيلة تحكي قلت فاوزي لبنزلت يخذه عشرة حصاص تدريبية موش مطالب بش يدرب الأندية موش بش يعمل لهم تحذير بدني هوا وتحذير كذا هوا مطالب هذوكم تعتروشيك العشرة حصاص اللي بش يعملهم موش بش يدرب موش بش يدرب منها بيه موش بش يجيب لواحد معلش يعمل كنترول هو يجمع فاوزي صحيح هو يجمع هو قوته كما قال لك أحمد ونوافقه هو قوته في هو اسمه سيلكسونير قوته فينه يختار التوليفة الصحيحة ومنها هي يخرج الخلطة الصحيحة اللي بش تعطي ريزولتات النجاحات المدربة مع جزر القمور ينجي بيكون عنده فكر لكن هوا وقتها عنده الساديس بوزيسيون جزر القمور عنده ببرجة لعبين محترفين عنده الساديس بوزيسيون خزين فيه مئتين ولا مئتين وخمسين ملاعبي منهم بشي كون فتين وعشرين وعلى حسب الادفرسير الادفرسير قوي بشي وقت يلمهم يعلعبيهم مقابلة يحذرهم تحذير نسبي وقتي أما على كما كانوا يحكيوا على أمبروجي سبورتيف في جامعية كما تارجر يذي تونسي تلعب ضد الآلي وتلعب ضد سانداونس تلعب ضد كذا الحافظ عنده دوره إن شاء الله يكون محظوظ النوادي تختلف على المنتخبات النوادي بليل تختلف على النوادي في التماري في الاليس كونفوكي ونعطيك مثلا سيلكسيونيار مش مطالب بشيراني لو شفي اسمه مخبير تقول شاد البنات تا فرنسا اه 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 شاد في تركيا شاد النوادي شاد في تركيا مارتينة هرب مينجمش مينجمش دانبسوشو مجحوش مجحوش رغم لي رغم لي راهو الناخب الوطني أصعب من من مدرب الفريق علش مدرب فريق نجم يلعب سبت واربع وحد يربح يعمل نويل ملاخ رجوه مرة في فعل بش يعمل التوليفة صحيحة ويراضي لنس كله ويعمل ريزولتات وكي نقولوا احنا ريخ دا وتمنجي ريخ دا وتمنجي اما النتيجة لا ذاكرا تسمحني في النوادي أصعب من المنتخب لا 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 كما انت في نادي عندك 30 لاعب كما في المنتخب عندك 200 او 300 لاعب وتختار وتختار على حسب السيستام اللي تلعب بيه يعني ماشي مث Building لست مرحبا لدن المنتخب من المنتخب التلعب ويقول... اتسألم المنتخب علي استسدام لان دون ترمي يتعاولون مع النجوم ما هو من الوحيد يجي أقول لك حاجة الناخب الوطني عليش تتريب عليه خطر بشي ساعات يكلم لاعب يلعب البرة يقولوا انتي بش تعيتلي يراني انا جمع جاي نلعب شامبونه ساعات ساعات تيلعب اي كان ماكش بشي لعبني متعيتليش يراني ما نجيكش واللي هو معنته 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 ما تتنجمش تتحكي الويسر على الوطنية وكله يقول لك بش نلعب ولا معنته وعنته وحديش بش يلعبو فيهم 18 حبو يلعبو تيتولي بركنتر النادي عليش قلتلك اسهل النادي ينجم يرتح ما تشب ماتش يعطيه ربوع ساعة ناخب الوطن يرح وحتى شانجمونيت مش كم الشانجمونيت فاللي كيف روفات صحيب هيسر الناخب الوطني اما بش ينجح انا بقلة ريت ناخب الوطني نجح في نادرة احمد البرح حمد المد في التدريبات اجتماع مع الاحباء حسينوك حسينوك انو يرد عليك انتي انا فما فما درجة ساعة ساعة المد بقلقة من انو يرج علينا خيول الدرجة دي اسمع فينا شبيك انتي مرجوش عليك انا 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 هو عمل التخمينات لا صداح بدعمل التخمينات لا ما سمعتنيش حتى شنو قلت انا ما كمال في الجملة فشنو ورد عليك ما يعرف شفتها انتي ولا اه قال للجمهور انا في صحة جيدة وما زلت في خدمة تراجرية التونسي بعض الكلام اللي قلته وانتي الاسبوع الماضي انو عاما ذا ينخر وحمد المد بصحة ومعاتش تسمح باش انو يكون في تراجي فلاي متل جاية ما نرجوه انو سي حمد المد بيقعد ديما في صحة جيدة وفي خدمة التراجرية التونسي والمطلوب منو هو معادته انو هز التراجرية التونسي نحو العالمية والتتويجات ويعمل اختيارات جيدة اما بالنسبة للمعلومة اللي اعطيته هنا اذا كان هو قال مش انا معنات هذا مش انا تخمين من عندي انا امم هو قال هذا اخر عام بالنسبة لي انا من تراجرية التونسي انا مارس يظل يصحب الكلب يزم يقوله يظل يصحب الكلب يزم يقوله ككل لا لا خاتر لا لا مش ككل لا لا انا تصور لا لا اه سيد حمد المد بما هوش من تينة تاكل الناس اللي اه يعملوا ريكسيون فيسا خانوا الدعجير ما يقصد شنوكين ايه معنات ديما ديما بعيد وديما معنات حتى تصريحات وقليلة وكل شي ومسمعتوش انهار يرجع على انسان عمل ديكلاراسيونة المهم هو بعث رسالة طبعا الجمهور وهذا معنات من من واجب المسؤول ان اتام الجمهور وقلونه ما راني موجودة هنا وراني ساعد على تدخلاته وهو تدخلاته ديما مش موجودة برشا اما ديما التيميق متوسحي خاتر كيوخرج هاريس نادي كيمالبارح في وضعي صعابة وجمهور رمتان كبير ويخرجون لهم خاتر روساليودي تهرب رغم المواركة حالي زمانة الجمهورة صحيط اذا كفكي والفاهمكة ، كالزغط ما قلونه يمتصص الضغط بتاع ولهداء موشي حكاما بحض الشخص الله يرحمه موسي الشريف يقولونوا ما اتنمشيش لانترمون رامجينك الي كانت يبان الظلم اتنمشي لانترمون العربع مظلة يبدو يزيزل ايضا الضغط بتاع جميل يأخذه هو يسلبوا يسلبوه بعد سلم يعمل كوتيزو يسيبوه معنى تعتراء اللي سيبهم دخلوا بش يتفردوا زادة فاهث كي خلي يكبسوا جواريت ثم زادة كبس متاع جواريت لكن هو ديما نشوف فيه في مواقف الصعيبة ما يخرج حتى مسؤول يخرج كان هو اسلام على ذكر الضغط الجمهور أنا اللي بلغني أنه تم الاتصال بسيد فوزي البنزرتي قبل ماتش ترجل جريسي بليلة لجس نبضه للعودة للترجل يدي تونسي حسب مصادر مترجي اسمه غير ما تروح باتينا وحسب مصادر مقربة أيضا وحسب مصادر مقربة من فوزي كيف 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 بش يكون وجه ترجمة أجنبية أجنبية ترجمة انت صحيح هو صحيح هتقول كيف يجي ينجي موكي العمال ولا حد قريب من مديرها ايش قولك سي فوزي يقول سي فوزي وقبل الماتش ترجل جريسي بليلة واحد رسمي لكن بعد ريكسيون اللي صارت من الببليك ومن الباجات وفم حتى طرف مقرب جدا من رئيس النادي ما نصحوش به قالوا توا معنات الامبيونس متى ما يشتاع عودة فوزي البنزرتي في الموضوع هذا بليل حكينا فيه شوية حتى البرح فوزي البجي ديما متى حمد المدب يحاول يحط الأكبر للملاعبية ينفستي في الملاعبية البجي الكبير يحط على الملاعبية في قناعات يقول لك ما يحبش يحط مبلغ كبير على مدرب مدرب معتها ماكسي 30 مليون وملايون 30 ألف وروم عليها صحيح قلتها؟ 30 مليون وروم 30 ألف وروم تواجه هذا انا رايي انه توجه سليم الحقيقة لانه على مستوى البطولة التونسية من الصور شو انه المدرب قاعد يعطى في حاجة اكسبسيوني مجموعة لعندك يتعمل نتيجة يتعمل نتيجة اليوم في النادي الافريقي, نشوفه في مدرب فرنسائي كذا على أساسه أنه إذا كان لا جيتش لديه المجموعة ذيك إذ كان قاروح وذي كان يعرف كان قاروحه بالمجموعة بالرسيد البشري متاع النادي الافريقي ما عنده ما يعمل الرسيد البشري هو اللي يخليك يخلي المدرب ينجم بعد ذلك نرجع للموضوع في ثواني للموضوع الفرق بين المنتخب وبين جمعية كيما اللي تعطيه قاضية تعطيه فلفل وطماطم وواحد تقولوا عملي دشقك وفم فارق بين اللي تعطيه كبير تقول له امالي اللي تحب انت فمت معناها دونك اللي اللي تحب عليه كيف كيف رأى المدرب المدرب اللي لا برا سيزوني انت اذا كان سي حمدي المد بيعطيه مجموعة طيبة من اللعبين ويعطيك البلالي ويعطيك كذي عطيك كذي غدوة اي مدرب ينجم يتعامل مع المجموعة هي مش بالضرورة بيليل مش بالضرورة تدعو عندك احسن اللعبية ويجيبه انترنور بالباس شيزي مكزانة هدف المدرب وكفاية المدرب مهمه جده احمد منتمشيش الأكستريم طبعنا نحكيه على الهدف لقلق عليش انفستي فجواريات وماينفستي لاي مش صحيح مايسم تقول منهم الناس دكيت انفستي فجواريات صحاق انفستي في انترنور صحيح المدرب نحكيه صحيح اما مش لازم يكون ستار مش لازم يكون مدرب مدرّب الانتراز عليه مايعملش مشاكل هيدا مثلا بالاملابية ت lilacombs هاو معملش مشاكل هاو تارجي تصف البطولات ورابعض هاو تصفل تشيبينزليغ ورابعضها بالطريقة هذي. حي. انا انتي بش تقول لي نقول لك فهمش كون جاب مدربين بهين وما عندوش افكتيف. معملش نتيجة. معملش نتيجة. وشوفنا التارجي نتيجة تعمل فيهم بالمدربين. ما هوا مش خايبين لكن ما هوا مش من تراز عالمي. وعملت نتيجة. دوك احنا سور لتراه لريزولتات يعطي وانو سياسة لانتاجة سيد حمدي المدب سياسة سليمة. هذا الريزولتات. بلان علش الاسفيروس ما تنفيستيش في مدرب من تراز عالم. يا صداحما. رابطورة كالتارجي ريضي تونسي. شوف الان. شوف الويدات. شوف الازماركس. الان دي اللي تنفيس في التارجي ريضي تونسي كي بيجي شنوة. الاسفيروس تقصر في مليارات في اشماء اللعبين. في النقطة. دامر في هذا المستيس مليار. راو شوف. راي الجوارات هاللي تصنع المدرب. بلظبط. لا لا سيد احنا شوف اكلمك حال. بذبت. الجوارات راهو يهبتو يلعبو فمه جياليتيت جوار. شوف العبنا ونعرف. ما غير. العبنا معاهم مدربين متوسطين. العبنا معاهم مدربين. معناتها بيهين. ولعبنا معاهم مدربين جايين من فرنسا ورنو في. معناتها في احزن الفرق. اراه ان اعطيك الابليكاسيون في التيران ومعنتها والتطبيق معنتها التكتيك وإلا الخدمة وإلا ساعات الكرياتيفيتين بتاع الجوار اراه مش نامبورت كالجوار ينجم يعمل هذي حاجة اثنين الجوارات اراه هي اللي تصنع المدرب وهي اللي تصنع الفريق اذاك عليش حمدي المدبي حط في فلوس في الجوارات المدرب مش ما كانش في المستوى المدرب احنا عندنا كوين في كيفاش ندخلوا للمدرب المدرب كان مريقل ستة شهور التالي ولا ثلاثة شهور التالي قبل الواحد كان مريقل لان الناس كل حطة الوبجيكتيف متاحها لحظة 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 همش نعطيه كان بعطونا نحكيه وقل لي صحيح ولا غلط المدرب ثلاثة شهور التالي كان مريقل والنتائج والترجي مريقل حطاش لين وصلوا للثمانية سفر وصلوا للثمانية سفر اللي هيو ما ترشحوا للليبول ترج ومبعدي كاشيش ولت كان جوارات كانت ما تلعبش ولت تلعب في موش وبلايسها مهوش وقاعد ها تقول لي هو يتحمل مسؤوليته لكن عارفوا كيفاش يدخلوا له هم كيفاش لا ما اقولكش انا كيفاش لانو تعرف انتي نعطيك انا حاجة يا ولدي ما داخلوا لونه يتنحف شكولوا لونه يتنحف شكولوا لونه يتنحف مسؤولين 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 متكلمش في المحلول يا تارك فما مسؤولين ما نسمي لكش انا اسمي مسؤول تخلو مسؤول تخلك اسمي ابنة حذاكرو حدارك اسمي 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 صدام ولا لحظة شوية مسؤول تخلو معتاز صدام معتاز صدام اختلفوا عليه اثنين رئيس نادي ومسؤول واحد يحبي رجعه ومدرب شقال الفنية لحظة شوية شوف عنده كداش عنده يتراني صدام مدرب شقال فنية ثلاثة شهور ليه ليه يعطيني العربي علش لعبه علش لعبه علش لعبه عنده جمعتين يتران جمعتين عنده ثلاثة شهور من اللي رجع من مصر اي واضح على اساس انه كانت الاتفاقية انه مش يرجع ومبعدي كاشي تبادلت علش قلت لك دخلوا للمدرب ومدرب وصلوله ولو يدخلوا لو بالتشكيلة ولو يدخلوا لو بالتشكيلة يوصلوا لو بالتشكيلة انا تفرجت اربعة ولا خمسة ما تشويس يقول لك احنا بدينا الشوت مش كي ما يلزم ومبعد صلحنا الاخطاء مينجمش يقول لك الاخطاء اللي اللي فرضوها علي ولا لاعبين تكاهونات مانيش نعطيك اكزوز قلت لك رئيس نادي مسئول هتحبوا التارجي ديما المدينة معناتها الفاضلة مفهمش مشاكل كان بشتحكينا بالواضح تفضل الميكرو قديمه كان بشتايش كلامه هاو تارك من بين رئيس ومسئول في التارجي مسئول نافث واحد يحب يرجع صدام معناتها على امكانياته وعلى البرفورمانس اللي عم ناول وانسان ما صارتش وذاك علاش عجله في القطيعة مع كاردو بسرعة بسرعة يا تارك وبربي خليني نتكلم اللي دخلو له وصارت وصحيحة وكلمك صحيحة انا كي نوصل انا بيدي مسئول ندخل مدرب يسمع كلامي يا ناس صحيحة نحيته في راسي انت المدرب انا بالنسبة لاني اللي تناويدي الكبرى طوى في التارجي والكول الكبار واللي صار في النادي الفريقي طوى انا كنت سني الفلسفانتاعي ويتحمل هو مسئولياته وانو جات على راسه انا كنت سني الفلسفانتاعي اللي هو قالك خامة كبيرة متاع لعبين في التارجي والبليل انا كي جي تحط لي السيفيات ما نخذرش تيتروات نمشي نحل الكتاب على شخصية المدرب نوادي الكبرى لازمهم واحد ديسبليني ما فيه ما يتبصل الوقت اللي يهز التليفون يدوره بليلي يقوله تطعه اسمعني يا عاد اللي يعمل الديسبلين تعرف اشكونا المش المدرب راه الادارة مدرب في الملعب المدرب يعمل في الملعب ويعمل ويفرضوا العقوبات يرجعوا لي نام ديميسون يرجعوا لي نام ديميسون لادارة هي لتعمل لادارة هي لتعمل مانني جات برسو في الاخر فقط نتفعلوا ما العباد اللي قالين يعلقوا على اللايف ستريمينج في يوتيوب كل واحد اولا يعطي في اسم جهاد العقربي اختراح بركاتي عزيز اليو سيسي بون ماريو وهذا يقول لفلوس كل شيء في الكورة فما شكون غالق كيف كيف محمد العيون يقول فما شاء واحد أصعب من واحد يحكي على موضوع الانترينير والسيليكسونير يقول كل واحد عنده الصعوبات متاعه فما بس تعليقات تعلقونا على live streaming موجود في قناتنا سونجون وكيد نوصلو لكم صوتكم بخصوص الموضوع اللي قاعدين نحكو فيهم فاصل الموزيكا وبعد نكمل الجزء الأخير من حصتنا اليوم